بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طالبة المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا إن شاء الله النهار هتبقى مخصصة بطلاب الصف الأول طلابنا الجدد وحنعرف فيها بعض المهارات العلمية اللي حضرتك حالتعلمها معنا وتقدر من خلالها تحول هذه المهارة إلى مكسب مادي وإلى عمل حضرتك بتعمل به والحاجة التانية برضو أي حد مهتم بمجال تربية النباتات الناس اللي هاوية تعمل نباتات في أسقف فوق أسطح المنازل أو في الحضاق الأمامية للمنازل أو في البلكونات هنتعلم مع بعض زي النهاردة نقدر نحول من نبات واحد موجودة عندي إلى مجموعة نباتات إلى مجموعة نباتات أقدر أعمل بيها عملية إكسار بحيث أن أنا لو عايز أعملها كمشروع تجاري أقدر أن أنا أسوق هذه النباتات وأباعها والدر عليها دخل أو لو أنا عندي نبات مميز وحد شافه وأعجب به إزاي أن أنا أقدر أخذ جزء من هذا النبات وأعمله عملية إكسار فهنتكلم مع بعض النهاردة على موضوع مهم جدا هو إزاي أعمل تكاثر لأحيي نبات عندي موجود سواء كانت في الحديقة المنزلية بتاعتي أو في المجال العمل طرق التكاثر بصفة عامة النبات بيتكاثر بطريقتين أساسيتين الطريقة الأولى أن النبات دوت إذا كان بيخرج بزرق فأنا بأيتم إكسار النبات عن طريقة هذه البزور والطريقة التانية ودي بتشمل قطاع كبير ومجموعة كبيرة جدا من النباتات ومجموعة كبيرة جدا من الطرق اللي هو اسمها التكاثر الخضري هنعرف مع بعض إيه هي آلية عمل التكاثر الخضري وحنشوف مع بعض إزاي نعمل بعض العمليات الإكسار ببعض الطرق ومردودها وإزاي أن أنا أستفيد بيها وإزاي أن أنا أحول معرفتي بهذه الطريقة إلى عائد اقتصادي وعائد مادي يدر علي دخل وفي نفس الوقت أن أنا أقدر أسوق به نبات موجود عندي كلمة تكاثر خضري معناها أن أنا بعمل الإكسار للنبات بتاعي بأي جزء من النبات فيما عدا البذور الحقيقية أو بنسميها البذور اللي الجنين بتاعها ناتج عن عملية التلقيح والإخصاب يبقى احنا هنا هنفرق ما بين حكتين ما بين نبات في بزرة والبزرة دي فيها جنين والجنين ده جنيح حقيقي يعني ناتج من عملية تلقيح وإخصاب وليس جنين خضري يبقى نشوف مع بعض تعريف التكاثر الخضري بنقول التكاثر الخضري هو عبارة عن إكسار النبات بأي جزء أي جزء من النبات أي جزء من النبات بيتم به الإكسار فهو يسمى تكاثر خضري زي ما قلنا فيما عدا البذور اللي الجنين بتاعها جنين حقيقي ناتج عن عملية التلقيح والإخصاب في بعض الصور ممكن تكون شائعة ممكن تكون غير شائعة فإحنا هنعرفها مع بعض وحنشوف مع بعض أول نبات من النباتات اللي بتتكاثر معنا وأول طريقة من طرق التكاثر الخضري التكاثر عن طريق ما يسمى بالجراثين وأشهر النباتات اللي بتتكاثر بهذه الطريقة ولها مردود وتعتبر مشروع اقتصادي ناجح جدا وناس بتعتمد عليه بالصورة الأساسية هو اكثار فطر عيش الغراب ده من ضمن نباتات اللي احنا بنقول عليها نبات فطري وبيتم اكثاره بطريقة الجراثيم وبيعتبر كأحد المشروعات الاقتصادية اللي بتدر دخل على المرابين وإن شاء الله ممكن في حالة مقبلة نعمل دراسة لزاي انه بيتم الاكثار بهذا الفطر نشوف مع بعض كلمة تكاثر بهذا الجراثيم بيتكاثر بالجراثيم مجموعة من النباتات احنا بنسميها النباتات السرخصية هي نباتات الرتبة بتاعتها اقل من النباتات المتعارف عليها اللي احنا بنشوفها ده في حيث التصنيف النباتي ومن ضمن اهم النباتات التي تتكاثر بهذه الطريقة نبات بيسمى كسبرة البقر في الصورة اللي قدامنا ده صورة للنبات طب حد يسألني يقول لي الجراثيم بتاعت النبات دوت موجودة فين وشكلها ايه وابنحصل عليها ازاي حنشوف النبات دوت ده السطح العلوي للورقة بلا ان النبات كسبرة الجراثيم بتاعته بتخرج او تتكون على السطح السفلي للورقة طيب شكلها ايه ومكانها فين بنبص اللي ان الجراثيم بتاعتي بتبقى موجودة على حواف الاوراق من الناحية السفلية زي ما احنا شايفين في الصورة كده قدام حضراتكم الجزء دوت ده شكل الجراثيم بتاعتي شكل الجراثيم الخاصة بنبات كسبرة البقر هي النقطة الصغيرة اللي موجودة على ظهر الورقة اللي موجودة معنا من ضمن النباتات التي ايضا تتكاثر بالجراثيم وهو يعتبر من نباتات التنسيق الداخلي ونبات مهم جدا فيه نباتات ويعتبر من ضمن نباتات المداخل وبيزرع بصورته شكله الجمالي من الورقة بتاعته بشكل الريش دوت ايضا الجراثيم بتاعتي موجودة على السطح السفلي للاوراق زي ما احنا شايفين وبصورة اوضح ده شكل الجراثيم بتاعت نبات الفجير او فطر الفجير هذه هي الجراثيم طيب لو انا عايز احصل على الجراثيم ديت هنعمل فيها ايه وايضا من ضمن النباتات التي تتكاثر ويدي يمكن دي الصورة الرئيسية بتاعتها نبات عيش الغراب تابع الجراثيم بتاعت نبات عيش الغراب موجودة فين او فطر عيش الغراب موجودة فين موجودة ايضا على السطح السفلي بين الفتاحات اللي موجودة ديت او الحوافز بسموها الحواجز الجرثومية انا لو انا بقى عندي نبات من النباتات التلاتة اللي احنا استعرضناهم نبات كسبرة البئر او نبات الفجير ازاي ان انا اقدر ان انا جمع الجراثيم بتاعت ديت عشان اقدر ان انا اعمل لها عملية التكاثر انا كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الورقة بتاعة النبات اللي موجودة على السطح السفلي بتاعها الجراثيم وببدأ اجمع الاوراق ديت وعند مرحلة معينة بحطها داخل كيس من البولي السلين واسيبها شوية لحد ما الجرثوم تندج وتنفاصل عن الورقة ببدأ اشير الاوراق وبتبقى عند الجراثيم بتاعتي هي ديات اللي حيتم بها عملية الاكسار يبقى انا لو عندي نبات كسبرة البئر موجود سواء كان في البلكونة او انا بزرعه داخل البيت لانه النبات طبر من ضمن نباتات الزل او انا شغال في ماشتل او او عايز اعمل منه اكسار او حد شاف انه بد عندي وعايز اعمل منه اكسار فانا بجمع الاوراق بتاعتي وحط الورقة ديت في كيس من البولي السلين وبقفلها كويس وبعد فترة بلاقي ان الجراثيم دي بتنفصل عن الورقة ببدأ اخد الجراثيم واشوف هعمل بعد كده ايه اللي بيتم عليه يبقى الجراثيم بتنمو على السطح السفلي للاوراق وباخد هزي الجراثيم زي ما احنا وضحنا ان انا بقى افصل الاوراق وبحطها في كيس من البول السلين وبعمل لها بعد كده عايز اعرف بقى ازاي اعمل زراعة للجرسوم انا حصلت على الجراثيم سواء كانت بتاعة كسبرة البيع او الفجير او فطر عيش الغرب انا عشان ازرع هعمل حاجتين هجهز مخلوط من الطربة وحجهز الاناء بتاعي مخلوط الطربة اللي انا هزرع فيه هيبع عبارة عن مخلوط من الطامي والرمل بنسبة واحد الى واحد وبضيف له القليل من طراب الفحم طيب عشان ازرع هعمل اي تاني الاناء اللي انا هزرع فيه اي اناء سواء كانت اصص او مواجير او صناديق خشبي اللي بيتم معايا هعمل ايه اول حاجة انا هعملها ان انا هجيب الاناء بتاعي وهحط فيه مخلوط الطربة وبعد كده هحط الجراسيم على السطح العلوي للطربة بدون كابس وبعد كده طب انا عايز اروي انا هنا حاطت الجراسيم على السطح العلوي للطربة وبدون غطاء يعني انا هنا لما اجي ازرع في الوضع الطبيعي لعملية الزراعة انا بزرع البزرة وبعدين بحط عليها غطى من الاغطية لا انا هنا حيتم وضع البزور على السطح العلوي للطربة وبيتم الري عن طريق طريقة من طرق الري اسمها الري السفلي اعملها ازاي انا هجيب الاصيس او الصندوق اللي انا زرع فيه النبات وابدأ اشيله واحطه في وعاء به ماء فبيتم الري عن طريق النشع بسيب الاناء المحتوي على البزور في الاناء المحتوي على الماء حتى تظهر المية بخاصية التشرب على سطح الطربة وبعد كده بيتم تغطية هذا الاناء بلوح من الازاز وبيسيبه فترة لحد ما تظهر الجرسيم بتاعتي تبدأ تنبت وعند تصل لمرحلة معينة ببدأ اعاسم هذي الجرسيم من الاناء اللي انا زرع فيه الى مجموعة الاواني الاخرى يبقى انا كده خط الجرسومة من النبات اللي موجود سواء كان نبات كسبرة البقرة او نبات الفجير او فطر عيش الغراب واخدتها وحطتها وعرفت مخلوط الطربة اللي انا هزرع به ازاي وحطيت مخلوط الطربة في الاناء وبعد كده حطيت البزرع على السطح العلوي للاناء طب انا هنا غطيت الاناء بطبقة من الزجاج ايه السبب انا بغط البزرع بطبقة اللوح الزجاج دوت عشان النباتات دي بتحتاج الى نسبة من الرطوبة العالية كي يحدث لها عملية الانبات طيب يبقى هنا عشان ازرع عملت ضفت مخلوط الطربة زي ما احنا هنشوف في الصورة ده معنا دلوقتي ضفت مخلوط الطربة وبعد كده بحط البزرع على السطح العلوي للنبات وبعد كده زي ما احنا قلنا بيتم الري عن طريق عملية تسمى عملية النشا طب احنا عايزين نبص مع بعض بقى ونشوف ايه هي دورة حياة الفطريات ديت وازاي الجرسومة بيتتكون صورة معانا بتوضح الخطوات اللي بيتم من خلالها تكوين الجرسيم وازاي بيتتكون نبص عليها كده مع بعض عند هنا دورة حياة الجرسيم في احد انواع النباتات وده نبات الفجير اللي بيحصل بلاي ان الورقة في السطح السفلي بيبقى زي ما احنا شايفين هنا تتكون الجرسيم على السطح السفلي للاوراق وانا هنا لو عملت قطاع او في الورقة نفسها فبلاقي الاكياس الاسبورنجية اللي موجود فيها الجرسيم وهي ديت الجرسيم بعد انفصالها وده النبات الاولي اللي بيتم انباته بعد زراعته مباشرة وده بعد خروق فيما يشبه الاوراق وبعد كده النبات في صورته النهائية يبقى هنا احنا بنستعرض مع بعض دورة حياة النبات يبقى النبات بيبقى في صورته الطبيعية ورقة عادية خالص يبدو كنبات عادي بعد كده بيتخرج الجرسيم وتتكون على السطح السفلي للاوراق وبعد كده بقى افصل الجرسيم دي يتعاني النبات بالكامل عن الورقة بتاعتي وبيتم عملية زراعتها بيخرج عليها الجوز الاولي او النبات الاولي بعد كده بتخرج عليها فيما يشبه الاوراق بعد كده النبات بتاعي بيظهر على سطح الطرن طيب ايه هي الاجزاء المهمة جدا اللي انا هعملها عند ري البساتين لو انا عايز ارويها بصورة عامة لازم ان انا اسوي سطح الارض كويس واخليه من الحشاش لو عندك مكان عايز تعمل فيه عملية اكسار لازم سطح بتاعك يكون نظيف من الحشاش ويفضل تبطين قنوات الري وتركيب بوابات التحكم فيه الري فيه الصباح الباكر وقبل الغروب والاستعانة باجهزة لتحديد معاد الري طيب من ضمن الطرق المهمة جدا عندي فيه اكسار النباتات ودي طريقة مهمة جدا وحنتكلم فيها اسمها التكاثر عن طريق الخلفات كلمة خلفة فيه عندي مجموعة كبيرة من النباتات واشهر نبات معنا هنشتغل عليه هو نبات الموز حضرتك لو عندك نبات موز في الحديقة الامامية للمنزل او انا راجل شغال في عام الفني في مزرع منتجة لنبات الموز عايز اعرف بلاي النبات بتاعي وهو نامي بينمو جنب منه حاجة اسمها الخلفة الخلفة بصفة عامة هي نبات بينمو منين بلاي النبات دوات بينمو من برعم موجود اسفل سطح الطربة ولما بينمو بيتكون له مجموع جزري مستقل عن المجموع الجزري بتاع نبات الام بتاعتي يبقى نبات الموز وهو طالع بلاي جنبي منه نبات تاني طالع النبات دو انا فحرت او عملت حفر في الطربة بجواره حلا انه له مجموع جزري مستقل ولكن هذا النبات مرتبط بنبات الام عن طريق جز نبات تحت كده انا لو انا افصلت لهذا الجز اسمها الخلفة وزرعتها اصبح عندي نبات موز جديد وبيحمل نفس صفات النبات الام بتاعتي يبقى من ضمن اشهر النباتات التي تتكاثر عن طريق الخلفات ودي طريقة تانية من ضمن طرق التكاثر الخضري هو نبات الموز بنعرف يعني كلمة خلفة بنقول الخلفة هي نبات بينمو من برعم موجود اسفل سطح التربة وبيخرج على هذا النبات مجموعة جزري مستقل يعني هذه الخلفة لها مجموعة جزري مستقل على نبات الام طب نشوف مع بعض التركيب كده لشكل نبات الموز بتاعي بلاقي نبات ادي شكل نبات الموز في عندي الجزور الحقيقية للنبات وهي موجودة اسفل سطح التربة عندي الساق الحقيقية للنبات وهي ايضا موجودة تحت سطح التربة اذا هذا الجزء الكامل اللي هو فيما يشبه الساق ده انا بسميه ساق كاذبة وليه انا بسميها ساق كاذبة لانه عبارة عن اعناق اوراء اسمها الخلف والخلفات نبات كل شوية بيطلع خلفة بتبقى تكبر شوية جنب النبات انا لو من بوفصل هذه الخلفة زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو اللي هنعرده لحضراتكم ازاي بتم فصل خلفات الموز وبعد كده لما قدي شكل الورقة وفي النهاية خالص قدي الصباطة او بسموها حامل السمار وفي نهايتها دي الجزء اللي هي بسموها النورات المذكرة اللي بيتم الاستغناء عنها لان هي لا تنتج اصابع للموز يبقى نبات الموز الساق اللي احنا بنشوفها هي عبارة عن ساق قاذبة اما الساق الحقيقية فهي موجودة اسفل سطح التربة ازاي بقى بيتم رؤية هذا النبات زي ما شفنا المخطط اللي كان معانا احنا عندنا ده النبات في المزرعة ده نبات الموز اللي هو نبات الام ولي الصباطة بتاعة نبات الموز ودي احد الخلفات اللي بيتم الاستعانة بيها في الموسم القادم ودي احد الخلفات الصغيرة اللي موجودة ليه انا بقول بيتم الاستعانة بهذه الخلفة في النبات في الموسم القادم لان هذا النبات الام نبات الموز الام اللي بيحمل هذا المحصول بيتم التخلص منه فور جمع المحصول مباشرة يعني أنا بعد ما أخذ هذه السباطة أصبح هذا النبات عديم القيمة وعديم من جدوى الاقتصادية لأن هذه السباطة نبتت أو نتجت من البرعم الطرفي في النبات فهذا النبات لا يثمر مرة أخرى فبيتم الاستغناء عنه وتربية أحد الخلفات أو أكبر الخلفات اللي موجودة بجوار النبات عشان نقدر ننتج منه خلفة جديدة طيب إزاي بقى لو أنا عايز أعمل تكاثر وأعمل إكثار لنبات الموز نبص مع بعض هنا إيه اللي بيتم أنا بيبقى عندي نبات الموز موجود معايا زي ما احنا شايفين ودي أحد الخلفات عايزين نعرف هنفصلها إزاي بيتم أحد العمال بيجيب أداة حادة وبيبدأ يحفر الطربة مع المحافظة على الجزور بتاعة الخلفات بعد كده بعد ما بفصل الخلفات بتاعتي خلفة جنب خلفة جنب خلفة بعد كده بيتم زراعتهم في الأرض ويبقى أنا كده أنتجت من نبات واحد مجموعة من النباتات بيتم الاستعانة بيها لو أنا عايز أعمل زراعة في حقل جديد أو في ماشتل جديد أو صوبة جديدة بس هنا في ملاحظ معايا حاجة إن حاليا في الفترة الأخيرة بيعتبر أفضل طرق التكاثر الخضري لنبات الموز كأحد النباتات وأيضا أشجار نخيل البلح هي التكاثر عن طريق زراعة الأنسجة فإحنا اتكلمنا على طريقة زراعة الخلفات كطريقة بسيطة أنا بتعامل بيها مع النبات اللي موجودة عندي ولكن برضو للمعرفة إن الطريقة الموزلة اللي موجودة حاليا في التكاثر الموز هي التكاثر عن طريق زراعة الأنسجة وهي أيضا من ضمن طرق التكاثر الخضري يبقى نبات الموز بيتكاثر عن طريق الخلفة ووضحنا أن الخلفة هي نبات بينمو بجوار نبات الأم ومكانه بينمو منين؟ بينمو من برع موجود أسفل سطح التربة نبات الموز اللي احنا بنشوفه الساق اللي احنا بنشوفها دي كلها هي عبارة عن ساق كاذبة لأن هي عبارة عن أعناق أوراق نبات الموز طيب إيه الطريقة التانية؟ إحنا كده اتكلمنا على التكاثر بالجرسيم كأحد طرق التكاثر الخضري واتكلمنا على التكاثر بالخلفات كأحد طرق التكاثر الخضري واتكلمنا على أشهر نبات بيتم اكساره خضريا وهو عبارة عن نبات نبات الموز الطريقة التانية من ضمن طرق التكاثر الخضري أيضا هي التكاثر عن طريق الفسائل وأشهر النباتات اللي بيتم اكسارها عن طريق الفسائل هي نبات نخيل البلح نخيل البلح من ضمن أحد نباتات الفكهة المهمة جدا وبيديني نخيل البلح من ضمن الأنواع اللي فيها قيمة غزائية عالية جدا وبعض منها بيتكاثر أو بعض منها بيستهلك أو ضمن أصناف البلح اسمها الأصناف البلح الرطبة وفيه أصناف تسمى أصناف البلح الجافة وفيه عندي أيضا أصناف البلح تسمى أصناف النصف الرطبة الأصناف الجافة ديت هي الأصناف اللي بيتم استهلاكها أو وجودها في صورة تسوقية لما البلحة بتاعتي بتصل إلى مرحلة الجفاف التام اما في عندي الاصناف التانية اسمها الاصناف الرطبة التي تسوق في حالة النبات بيصل الى مرحلة احنا بنسمعها مرحلة تمام النطج اللي هي مرحلة الرطب نشوف مع بعض كده ازاي الخلفة هعمل معها ايه او بيتم رعيتها ازاي انا بلاحظ عندي هنا ده احد مكان البز اللي بيعمل عملية الزراعة بعد كده الجزور بتاعت دي بيتم تطهيرها وبيتم ازالة الجزور الزايدة قبل عملية الزراعة وايضا انا لازم احافظ على البرعم الاساسي بتاع الخلفة اللي عندي وما بعرضهاش للجفاف لفترة طويلة عشان ما بيحصلش فيها مشكلة الطريقة التانية هي احد طريقة تتكاثر بالفسائل وقلنا طريقة تتكاثر بالفسيلة الفسيلة زيها زي البرعم هي نبات ونمأ من برعم ابطي موجود تحت سطح التربة وقلنا ان هو حيكله جزر مستقل عن نبات الام يبقى النخلة الصغيرة اللي موجودة جنب امها هي نخلة موجود لها جزور مستقلة عن نبات الام بتاعته طب ازاي بيتم فصل خلفات النخيل او فصل فسائل النخيل من نبات الام اول حاجة حيتم معايا حشوف هنا اللي بيحصل انا عندي نبات النخيل بيتميز انه من ضمن النباتات الاوراق بتاعتي الصغيرة او الجليد بتاع النخل الورايقات اللي عليه بتوجد في صورة اشواك بيبدأ العامل قبل ما يفصل الفسيلة بتاعت النخلة بيتم رباطها رباط جيد عن طريق خيط من الضبارة عشان يقدر يتعامل معاها بسهولة وما تسبب لهش اي مشكلة يبقى اول حاجة عشان افصل الخلفة الفسيلة بتاعت النخل انا بيتم رباط جليد بتاع النخلة او الاوراق وبيتم تقصير هذه الاوراق لان هي هتعمل حمل على الفسيلة بعد كده فانا بزيل جزء كبير من الاوراق اللي موجودة عند اللي بيتم بعد كده بابدأ اعمل حفرة بجوار هذه الفسيلة حتى اصل الى منطقة او نقطة الاتصال اللي موجودة ما بين هذه الفسيلة ونبات الام يبقى بيتم حفرة طربة حتى نصل الى مرحلة او نقطة اللي الفسيلة بتاعت فيها متصلة بنبات الام وبعد كده بيستخدام آلة حادة كبيرة بيتم قطع منطقة الاتصال اللي بين نبات الام النخلة الكبيرة والخلفة الفسيلة بتاعتي يبقى انا بعد كده باستخدام هذه الالة زي ما احنا شايفين بيتم معايا هنا بيتم فيها بدق بيها قطع جامد على منطقة اتصال لنبات الفسيلة بتاعتي بنبات الام حتى يتم فصل هذا الجزء وبعد كده بيتم لف هذه الفسيلة بأشر الرز لحين زراعتها في التربة مباشرة طبعا قبل انا ما اعمل هذه العملية بيكون عندي الارض بتاعتي جاهزة بحيث ان انا يفضل نقل هذه الفسيلة مباشرة من مكان التجهيز الى مكان الزراعة حتى لا تتعرض للاصابة باحد انواع الحشرات زي سوسة الام سوسة النخيل وبعد كده باخد هذه الفسيلة ويا اما ازرعها في المشتل يا اما ازرعها في الارض المستديم يبقى انا في البداية عملت ايه ربطت الاوراق بتاعتي عشان الاشواك بعد كده عملت حفرة حتى اصل لمنطقة الاتصال بعد كده باستخدام الى حادة تقيلة بيتم فصل هذه الخلفة في منطقة او قطع منطقة الاتصال اللي ما بين الفسيلة ونبات الام حتى تصل عملية القطع النهائي بعد كده اصبحت عندي الفسيلة قابلة لازراعة مرة تانية في ارض مستقلة بعيدة عن نبات الام طبعا الفسيلة زي ما احنا وضحنا ان انا بشيل معظم الجزء اللي موجود في الاوراق لاني بتعمل حمل على هذه الفسيلة حتى يتكون لها مجبوع جزري مستقل يبقى انا هنا حصلت على الفسيل بتاعتي بعد كده باخدها ازرعها في الارض المستديم يبقى تكلمنا مع بعض على طريقة من طرق التكاثر الخضري اللي هي التكاثر عن طريق الخلفات اللي موجودة في نبات الموز والتكاثر عن طريق فسائل اللي موجودة في نخيل البلح بابدأ اشيل الاوراق الجفة اللي موجودة وبشيل الليف اللي موجود في قاعدة النخلة وبوضح هنا دي منطقة الاتصالة هي دي منطقة اللي كان فيها الاتصال بالفسيلة بنبات الام برضو من ضمن النباتات المهمة جدا لو حضرتك عندك نبات زي دوت او انت شفت عند حد نبات جميل زي النبات اللي احنا عرضناه هو نبات الجرونية الجرونيات دي مجموعة نباتية بتتميز بمداها من الازهار بتزهر في فصل الربيع وممكن تدي دورات من الازهار مختلفة فيها مجموعات لونية مختلفة متدرجة لو انا شفت نبات زي ده وانا محتاج ان انا اعمل له عملية تكاثر ان انا ابدأ اخد جزء من النبات حنعرف مع بعض ايه الجزء دوت بيتم اخذه ازاي والتعامل معها ازاي وزراعته ازاي نبات اللي عندي هو نبات الجرونية ودي صورة لنبات او نموذج فردي لهذا النبات وموضح فيه النبات بالزهرة بتاعتي اللونها بمبي وده البرعم الزهري بعد كده ده صورة اقرب شوية للنبات بتاعي بعد كده عايزين نعرف ازاي بيتم التكاثر لهذا النبات بيتم التكاثر بنبات الجرونية عن طريق العقل والتكاثر بالعقل دي مجموعة تقريبا دي تعتبر اهم واكبر واوسع طريقة من طرق التكاثر هي التكاثر عن طريق العقل والعقل دي لها انواع ونوعيات مختلفة بتختلف حسب النبات اللي انا برب به وحسب البيئة بتاعتي فبلاقي ممكن اخذ عقلة طرفية من طرف النبات ممكن اخذ عقلة ساقية ممكن اخذ عقلة خشبية نبات الجرونية بتاعي بيتم اكثاره عن طريق العقل اه لو انا باستخدم فيه في نطاق تجاري فانا باستخدم لو انا عامل فني فاحنا هنستخدم العقل اسمها العقل الطرفية طيب لو حضرتك عايز اه عندك النبات ده وشفته وعجبك وعايز تعمله اكثار هنعمل اكثار بازاي باخد العقلة بتاعتي ادي صورة لنبات الجرونية شوف النبات بتاعي نبات ما شاء الله الظهرة بتاعتي جميلة ودي اه لو انا عايز اعمله اكثار اه بتاعي باعمل ايه بابدأ اجيب الجزء النباتي بتاعي اللي هو العقل نبات زي ما احنا اضحنا نبات الجرونية من ضمن النباتات اللي لها مجموعة لونية كبيرة جدا الظهرة بتاعتي حجمها كبير ونموها كسيف وبيظهر على فترات اه من السنة اغلبها بتكون في فصل الربيع وحنتكلم مع بعض حنعرف ازاي اه في الشرح دوت ازاي الفيديو اه بتاعي اعمل له اكثار زي ما احنا شايفين انا اه زارع النبات الجرونية في الارض بتاعتي بالوانه المختلفة بنوعياته مختلفة اه عشان احصل منها بعد كده اقدر اخد هذه الشتلات وازرعها في مكان ايه تاني عشان اعمل اه هذه العملية بشكل جيد انا حاجة على نبات الجرونية نبات الام وحبدأ افصل اه منه احد العقل حقصة اختار النبات تكون النبات سليم خالي من الاصابة بالامراض وبيستخدام مقص عقلة بيتم قطع العقلة اسفل عقلة مباشرة وبيتم ازالة الاوراق اللي موجودة على النبات معادة ورقتين بس عشان يكونوا موضحين لشكل النبات او النموه او اللون بتاعي لان الجرونيات بتاعتي بتتميز عن طريق الاوراق والعقلة ايضا بتحتوي على مجموعة من العقل بجمع العقل بتاعتي كلها بتكون بنفس الطول تقريبا وبيتم عليهم نفس المعاملات زي ما احنا وضحنا ان القطع بيكون بمقص عقلة وبعد كده باخد هذه العقل عشان ازرعها في الارض المستديمة عشان ازرع العقل بتاعت اللي احنا شايفينها دية في الارض المستديمة هعمل فيها ايه هاخد العقلة وبعد ما اجهزها هجهز لها الطربة اللي هيتم فيها عملية الزراع عشان اجهز الطربة دي هعمل ايه اولا انا بشوف عندي هنا في طريقتين من طرق التكاثر او طريقة التعامل مع العقلة بعد الزراع في عند حضرتك طريقة ان انت تزرع العقلة في ارض المشتل وعندي طريقة تانية ودي يمكن انا باميل ليها وبفضلها ان انا بيتم زراعة هذه العقلة في اكياس من البلاستيك او في قصص صغيرة دي هتفيدني في ايه ودي الاولانية طريقة اللي احنا هنستعرضها مع بعض اللي هي الزراعة في ارض المشتل بصورة مباشرة طريقة تانية هتمكني ان انا اعمل عملية تدوير بشكل سهل يعني انا لو زرعت النبات جوه كيس بلاستيك وان بدا نمل لدرجة معينة وعايز انقلوا من هذا الكيس البلاستيك الصغير لكيس اكبر شوية فالعملية هتبقى بالنسبة لأسهل لو انا زرعه داخل كيس بلاستيك او داخل الصيس اما لو انا زرعه في ارض مباشرة او في ارض المشتل بصورة مباشرة هي ما بتحتاجش مني رعاية العملية بتبقى عملية بسيطة جدا كل اللي فيها ان انا بيعمل حرط جيد لارض المشتل وبنقم انها الحشاش وبعمل لها عملية تسوية وبعد كده بيتم زراعة العقل على مسافات زي ما احنا هنشوف دلوقتي على مسافات عشرين سنط بين العقلة والتانية طب لو انا زارع او احنا اتكلمنا من ضمن الحاجات اننا باخد العقل اسمها العقل الطرفية لو عندي انتاج تجاري من هذا النبات اللي هي الجرون وعايز اخد منه عقلة طرفية العقلة الطرفية طولها بتقريبا بيكون حوالي خمسة سنطي مش اكتر بيحتفظ بالعقلة بتاعتي بورقة واتنين موضوعية موجودة كبرعم ورقي على العقلة بيتم الاكثار بالعقل الطرفية تحت ظروف بيئية محكمة شوية لان العقلة الطرفية بتكون غضة ما بتتحملش تقلبات درجة الحرارة فدايما بيتم اكثارها داخل الصوب بيتتعامل هذه العقل باحد الهرمونات التي تساعد على خروج الجزور وبيتم زرعتها داخل صواني في بيئة بيتم تكونها من البيتموس حاجة اشبه كده باكراس الجيفي زي ما حنعرف بعد شوية يبقى هنا لو انا حزرع الجرونية زي ما قلت لو حاخد عقلة طرفية بيتم زراعة العقلة الطرفية في صواني بعد معاملتها بهرمون تجزير وتم زرعتها داخل الصوب لو انا حاخد العقل الصاقية زي ما احنا استعرضناها شوية عقلة حجمها كبير شوية بيتم الحصول عليها باستخدام مقص العقلة من نبات نامي خالي من الاصابة بالامراض مطابق للمواصفات انا بكون عارف قبل كده الظهرة بتاعت بتاعت نبات الجرونية بيبقى لونها ايه عشان انا لما ابدأ اسوى هذا النبات ابقى عارف النبات بتاعي الظهرة بتاعتي شكلها ازاي نشوف مع بعض عملية تجهيز ارض المشتل هنا بعد عزيء الارض كويس انا بابدأ اسوي الارض وبعمل جور عشان ازرع فيها الشتلات على بعد عشرين سنطي بين العقلة والتانية بيتم غرس العقلة داخل التربة وبيتم تسوية سطح التربة عليها بلاحظ عندي ان انا هنا يجب ان انا اسيب على الاقل انا بزرع بيكون فيه تلات اه عقد يعني تلات براعم موجودين اسفل سطح التربة ودي بيكون المكان اللي بيتم من خلاله اه خروج او بيتم عليه خروج الجزور وبسبت التربة وبعد كده بعمل عملية راي اه ليه اه اللي بتاعتي في ارض المشتل اللي معانا دوت لو انا بتكلم على الصورة الفردية مش الصورة التجارية الصورة التجارية دايما بيكون في مشاتر الاكسار بيتم اكسارها داخل صعوبات بيكون عندي اه صواني زراعة زي ما انا وضحت بيتم اكسار النبات ان انا بجيب النبات بتاعي وبجيب العقل بتاعت الطرفية زي ما قلت بكون معلومة عارف نبات الام نبات مواصفاته ايه النوعية بتاعتي نوعية زي هل النبات دوت موعد ازهار بيكون امتى ويفضل عندي لو انا بعمل بقى مشتل تجاري بصورة عامة قبل ما انا اسوأ الشتلة بتاعتي يا اما اجيب نبات ام مزهر واحطه في وسط المجموعة النباتية اللي لسه قبل مرحلة الازهار يا اما ان انا اكون مرفق بهذا النبات او هزي الشتلة صورة بتبين طريقة او شكل الزهرة فيما بعد في عملية الاكسار يبقى احنا استعرضنا مع بعض في الجزية البسيطة دي ازاي ان انا اعمل تقاصر عن طريق الجراسيم وضحنا بعض النباتات الزينة اللي بيتم اكسارها زي نبات الفجير ونبات كسبرة البئ ووضحت عندي نبات من ضمن النباتات الاقتصادية اللي هي تعتبر مشروع اقتصادي مربح جدا ان حضرتك تستخدم اكسار لفطر عيش الغراب وهو احد الفطريات اللي بتنتج وفي مزارع كبيرة جدا اه موجودة اه لاكسار فطر عيش الغراب وبيتم اكسارها ممكن ان انا اعمل اه هذا الاكسار داخل المنزل وممكن نظرا لأهمية هذا الموضوع بيتم احنا ممكن نوضح له حلقة كاملة نوضح فيها خطوات الزراعة بتاعته وايه هي ازاي جاهز البيئة ومكان الزراعة ايه المعاملات بتاعته ازاي ازاي وباخد النبات من بداية الحصول على الجرسيم حتى عملية الحصاد وتسويق اه فطر عيش الغراب بعد كده خدنا بعد كده وشوفنا بعد كده استعرضنا ازاي خلفات بتاعة الموز بتطلع وازاي ان انا استخرج الخلفة من نبات الام وازاي ان انا اعمل لها عملية الزراعة ان انا بفصل الخلفة من نبات الام لان هي بتبقى متصلة بالنبات الأم بجوز بافصل الخلفة عن نبات الأم ازاي وبعد كده شفنا الفسائل بتاعتنا خيل البلح ازاي ان انا افصلها عن نبات الأم هنستعرض مع بعض كمان طريقة من طرق التكاثر الخضري ودي برضو من ضمن الطرق السهلة جدا وبيتم اكسار مجموعة كبيرة جدا من النباتات بيها طريقة اسمها طريقة التفصيص الطريقة دي عشان تتم بلاقي النبات بتاعي انا بكون زارع النبات ده جوه السيس او داخل الطربة بلاقي النبات طالع جنب منه مجموعة كبيرة من النباتات نبات بدل ما هو كنت انا زارعه هو نبات واحد لقيته طالع جنب منه نباتات كتير خالص 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 وجود هذه الكسافة النباتية اولا ما بيديش شكل جمالي بشكل او ما بيديش فرصة للنمو النبات بالشكل الكامل وحاجة تانية انا لما باخد اكتر من النبات او بافصل الخلفات دي من النبات لنبات ونبات 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 فانا بعمل تكاثر اقدر ان انا اسوق هذه النباتات واباعها فبتكون عندي حاجة او بيحصل عندي مرضود اقتصادي وعائد اقتصادي حضرتك بتبيع وممكن تاخد النبات ده لو النبات كويس اه ممكن تهادي بي حد او كده اه طريقة التفصيص اه حنستعرض نموذج من النمازج لاحد النباتات وحنقول مجموعة النباتية الكبيرة اللي بتتكاثر عن طريق اه عملية التفصيص عملية التفصيص ان انا النبات بتاعي بيكون له جزر وساق واوراق مستقلة تماما عن نبات الام يعني النبات بيكون موجود في نقطة اتصال ما بين الام والنبات اللي موجود معايا فبحس ان النبات ده كل كتلة واحدة فانا ببدأ اخد النبات بطلعه من الاصيص زي ما هنشوف بعد شوية وببدأ من الناحية السفلية من منطقة الجزر ببدأ افصل هذا النبات الى جزء اتنين او تلاتة او اربعة على حسب حجم النبات بتاعي ببدأ افصل لهذه الاجزاء النباتية وبيعيد زراعتها مرة ايه مرة تانية النبات اللي معنا اللي هنستعرضه معنا هي الصورة بتاعته موجودة ده نبات الاسبارجس النعم نبات الاسبارجس النعم ده من اهم نباتات التنسيق الداخلي له جماله وشكله جميل وفيه نوع تاني منه اسمه الاسبارجس الخشن وعندي ايضا ممكن نبات الفلانجيام سواء كان الاخضر او المخطط ده بيتكاثر عن طريقة هذه الطريقة لو عندي نبات صبار جلد النمر ايضا بيتكاثر عن طريقة هذه الطريقة نبات الجربيرة بيتكاثر ايضا عن هذه الطريقة بطريقة التفسيص بتتكاثر بيها مجموعة كبيرة جدا من النباتات يبقى عملية التفسيص الغرض منها او التفسيص يخصد بيها ان انا بقطع الاجزاء النباتية او النبات بتاعي انا بيتم فصل هذا النبات او الاجزاء المتحورة خاصة السقان والجزور بتنمو تحت سطح التربة بيكون النبات دوله القدرة على تكوين اجزاء نباتية لها القدرة على استعادة دورة الحياة مرة تاني طيب لو انا عايز اعمل تكاثر لنبات الاسبارجس الناعم كاحد النباتات اللي بيتم اكسارها عن طريق عملية التفسيص هيتم ازاي عندي بلاقي عندي النبات بتاعي بيتم اكسار الاسبارجس ان انا بجيب النبات اللي مزروها معايا وبييتم زي ما احنا هنستعرض النبات دلوقتي بيتم خروج النبات بيكون موجود بهذا الشكل انا ببدأ اول حاجة هعملها ان انا بستخرج النبات اللي عندي وزي ما احنا شايفين هنا عندي كسافة نباتية موجودة بستخرج هذا النبات من القصيص بلاحظ عندي هنا ان في قاعدة القصيص الجزور بتاعتي بتبقى جزور متشابكة اول حاجة ان انا هعملها هبدأ افصص هذه الجزور من بعضها عشان احافظ على النبات بتاعي يبقى بيتم اه تفصيص من اسفل ممكن زي ما قلت حسب الكسافة النباتية افصص جزئين او تلاتة او اربعة او اكثر على اه حسب ما هو متاح بالنسبة لي وابدأ بعد كده بافصل النبات بروية كده بحيس ان انا حافظ على النبات بشيل الجزء المتشابك منه الجزور واصبح عندي هنا النبات في صورة نباتين مستقلين باجي هنا ابدأ ااخد كل نبات منهم وازرعه في قصيص مستقل وببدأ اتابع له عملية اه الري بكمل القصيص بتاعي بالطربة وبعمل كابس للطربة حوالين النبات حتى اخرج الهواء اللي موجود في القصيص من تحت بعد كده بيتم عملية الري اه هنا بوضح ان انا لو عندي الكسافة النباتية زيادة انا ممكن افصل كل نبات من ضمن النباتات اللي موجودة عندي بيكون عندي النبات في الصورة النهائية بتاعتي موجودة عندي نباتين نبات يهوت والنبات التاني كده وهم كانوا في البداية عبارة عن نبات واحد يبقى هنا لو انا بعمل تكاثر خضري عن طريق عملية التفسيص كل اللي عليك انا لو انا زارع النبات دهوت داخل قصص سواء كان حجناها صغيرة او كبيرة سيان انا ببدأ استخرج هذا النبات من القصيص بستخرج ازاي ان انا بجيب القصيص بتاعي وبعمل يام ام ام ادي ايدي وي اطلع الجزء النباتي كامل من القصيص او ان انا اقلب القصيص وبعملي الطرق خفيفة وبطلع القصيص بتاعي بلاقي ان الجزور بتاعتي في قاعد القصيص بتبقى متشابكة بيتم فصل هذه الجزور المتشابكة من بعضها البعض بابدأ افصصها وبعدها عن بعضها بحافظ بقدر المستطاع بيكون في عملية من الحرص عشان ما يسببش تلف لهذه الجزور واقل كمية الجزور المتهتكة لان هي بتبقى عرضة للاصابة بالاعفان بعد كده لما يعيد زرعتها مرة تانية بابدأ افصل النبات من منطقة الجزور وبعد كده منطقة الساق وبعد كده منطقة الاوراق افصله لنباتين او 3 او 4 او 5 على حسب الكسافة النباتية اللي موجودة معي زي ما وضحنا ان انا ممكن اعمل هذه العملية لنبات زي نبات الاسبرجس اللي احنا استعرضنا ممكن عندي نبات الفلانجم نبات صبار جلد النمر نبات الجربيرة نبات الجزانية كل هذه النباتات بيتم اكسارها عن طريق عملية التفصيص يبقى احنا مع بعض شفنا ازاي ان انا اقدر عندي نبات واحد اقدر اخد منه مجموعة من النباتات انا لو فرض النبات ده عندي انا في البيت كنت شاريه بمبلغ معين اقدر بعد كده من هذا النبات ان انا اقدر اطلع منه كمية كبيرة جدا من النباتات وابدأ اسوقها بعد كده يبقى انا هنا اقدر من خلال هذه المهارة اللي احنا تعلمناها طريقة الاكسار للنبات ان انا اقدر اخد النبات بتاعي واعمل عن طريق هذه العملية الاكسار بابدأ احول المعلومة اللي انا خدتها الى عائد اقتصادي انا ممكن بهذه المعرفة اللي انا تعلمتها ان انا ازاي اعمل تكاثر النباتات ان انا اعمل عندي مشروع اقتصادي اسمه المشتد اقدر ااخد المعرفة دي احولها لمشروع اقتصادي ان انا اعمل عندي مشتل لاكسار نباتات الحاصلات البستانية سواء كان متخصص يعني انا بأعمله مشتل لنباتات الزينة بس بنوعيتها المختلفة سواء كانت نباتات تنسيق داخلي او نباتات اشباه نخيل او اشجار او شجيرات او نباتات اسوار او نباتات تحديد او النباتات المسطحات الخضرة يبقى انا هنا تعلمت ازاي احول المعرفة العلمية اللي انا خدتها ودي ميزة بتميز حضرتك كطالب تعليم زراعي اني بتاخدك المعرفة بتاعتك بيكون سهل لتطبيقها الامكانيات المتاحة بالنسبة لك لتطبيق هذه المعلومة عشان تحولها او كيفية تنفيذها في ارض الواقع ما بتحتاجش من حضرتك اي تكاليف زي ما احنا شفنا نبات عندي موجود بالفعل انا زرعه ببدأ اخد منه جزء من النبات زي ما احنا خدنا في النبات او احنا نشوف نستعرضنا النبات الجاروني انا عملت ايه انا خدت جزء من النبات جزء صغير كان عبارة عن العقلة بتاعتي قلنا سواء كانت عقلة طرفية او عقلة ساقية وزرعتها في الطربة اللي موجودة اللي انا زرع فيها الطبيعة ما عملتش مخلوط طربة لو انا بشتغل في صورة تجارية انا بيتم عمل مخلوط من الطربة عبارة عن رمل وبتموس وبيتم تعبئتها في اكياس من البلاستيك بيكون مجهزة لهذا الغرض وبعد كده بيتم زراعة هذه الشتلات ورعيتها حتى تصل الى مرحلة معينة وبتصل بيها لمرحلة التسويق هل التكاثر الخضري بيقتصر على النوعيات اللي احنا استعرضناها مع بعض اللي هي التكاثر بالجرسيم والتكاثر بالخلفات والتكاثر بالتفصيص والتكاثر بالفسائل في عندي عملية من ضمن طرق التكاثر المهمة جدا حاجة اسمها التكاثر عن طريق عملية تسمى عملية الترئيب عملية الترئيب في بعض الاحيان لو عندي نبات زي نبات اليسمين النبات ده بيتميز من ضمن نباتات الزينة لزهور بتاعتها شكلها جميل جدا وبتلاقي عندي رواج لان النبات الزهرة بتاعتي لها زهرة ريحتها عطرية مميزة عايز اعمل لها تكاثر ممكن اعمل تكاثر لنبات اليسمين اللي عندي عن طريق طريقة تسمى طريقة الترئيب نبات اليسمين الساق بتاعتي لينة اقدر ان انا اجيب الساق دي اعمل اعمل خندق صغير في سطح الارض ببدأ اجيب الات المطوط التطعيم بيتم تجريح هذه الساق في منطقة معينة وبيتم تسبيت هذه الساق تحت سطح الطربة وبثبت هذا الساق بمشبك وبيولى هذا النبات بالري بعد كده بلاقي النبات اللي عندي ابدأ بدأ جزء النبات اللي انا دفنته دوة يكون مجموعة جزور بفصل هذا النبات من نبات الام اصبح عندي نبات نبات مستقل يبقى دي ايضا من ضمن طرق التكاثر الخضري اسمها طريقة الترئيب من ضمن طرق التكاثر لو حضرنا في نبات تات كتير جدا بتتكاثر عن طريق زي نبات البصل اللي احنا بنستخدمه كنبات الخضر البصل كنبات هي عبارة عن ايه البصل لو انا جيت ابص الله او اعرفها بقول هي عبارة عن ساق كرسية قزمية بتبقى موجودة في قاع البصل من تحت الجزء اللي انا بشوفه قدامي وببدأ استخدمه في البصل اللي احنا بنتعامل معاه كبصل المائدة دوة هي عبارة الاوراق متشحمة مخزنة للغذاء بتخرج عليها الجزور لو انا اخدت هذه البصل وزرعتها بيبقى ايضا احصل على نبات جديد اللي هو نبات البصل من ضمن النباتات التي تتكاثر ايضا عن طريق الابصال وليه طريقة من ضمن طرق التكاثر نبات التوم كلنا بتشوف نبات التوم والمنين اللي بيتعامل بصورة اساسية في المطبخ ممكن يكون بعيد عن الزهن بتاعنا طب انا النبات ده عشان يوصلني بهذا الشكل تم اكساره عن طريق ايه كل اللي فيها ان انا لما اجي استخدم نبات التوم ودي ممكن ملحوظة او دايما انا بشجع او بنادي بحاجة زي كده انا ممكن استغنى عن شراء مجموعة كبيرة جدا ده بالنسبة لو جينا نخاطب بناتنا من الطلبة بعد ما اه عيش في حياة مستقلة انا عندي نبات التوم ده انا اقدر ازرعه انا مش محتاج اه ان انا اشتدي من السوق كل اللي علي فيها ان انا هجيب نبات التوم اللي موجود عندي في البيت وببدأ افصص هذه الفصص بتاعتي وبأزرع كل فص واحد بجيب قصيص او كيس بلاستيك صغير بعمله مخلوط من الطربة او مخلوط من البتمس والرمل او من مخلوط من الرمل والطم وبيتم زراعة هذه الفصوص داخل هذا الكيس وبيرعاها حتى تصل الى مرحلة النطج النهائي بتاعها يبقى عندي من ضمن طرق التكاثر ايضا هي طريقة التكاثر عن طريق الابصال نبات زي نبات النجيل ودي جزء من النباتات احنا بنسميها نباتات التغطية او نباتات المسطحات الخضرة نبات النجيل او مجموعة النجيليات بصفة عامة زي بيستخدمها في الاكسار بلاقي عندي نبات النجيل دوت بيتم طريق التكاثر او التكاثر بتاعي عن طريق حاجة بيسموها الريزومات يبقى التكاثر الخضري بيتم بمجموعة كبيرة جدا من النباتات كل نبات بيتكاثر بالطريقة الملأمة ليه عندي ايضا من ضمن طرق التكاثر الخضري طريقة زي ما احنا وضحنا العقل والجرسيم والخلفات والفسايل والابصال والبصيلات وطريقة الترئيد في عندي طريقة تسمى طريقة التقسيم اننا اقسم النبات بتاعي وبكده احنا مع بعض نكون استعرضنا بعض طرق التكاثر الخضر وكيفية التعامل معها وان شاء الله ننتقل مع بعض في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته